مرحمة الله وإكمال الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الجمعة 12 يناير جنبي 2024 والساعة العاشرة وعشرين دقيقة مساءً 21 في الحقيقة العاشرة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت الجزائر وهذا حديثي لكم مباشرة عبر اليوتيوب وعبر التيك توك أزل فلاوني إخواني نبدأ حديثي اليوم معكم وأكيد أن أغلبيتكم العظمى يتابعون ما يجري في لهاي في هولندا أمام محكمة العدل الدولية ما جرى أمس واليوم بين جنوب إفريقيا كمدعي والكيان الصهيوني المسمى إسرائيل كمدعى عليه والتهمة وأن الكيان الإسرائيلي كما قدمت وفصلت جنوب إفريقيا في أكثر من 84 صفحة باللغة الإنجليزية الحقيقة أن لدي هنا نص الإنجليزي وأيضا ترجمة العربية للملف وأنصح من اللي يهتم بهذه الأمور خاصة الطلبة القانونيين المناضلين أن يقرأوا هذا الملف يقرأوا كيف يتم تحضير ملف قانوني على الصحة أو للصعيد العالمي أمام محكمة هي أخطر محكمة في العالم وهي محكمة العدل الدولية وهي محكمة ما بين الحكومات أي أن أعضاها القضاة الـ 15 هما من دول كل دولة كل قاضي مثل دولة وكل سنوات يتم تعديل القضاة فأتي دول أخرى لم تكن ممثلة وهكذا فهذه المحاكمة أو هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي هي أحد أجهزة الأمم المتحدة الـ 6 هناك خمسة أجهزة أخرى لكنها كلها موجودة في أمريكا وهذا الولايات المتحدة نيويورك تحديدا وهذا هو الجهاز الوحيد المتواجد خارج الولايات المتحدة وقد يتسأل بعض يقول لك لماذا أجهزة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة وليس في عالم وليس في بلدان أخرى أغلبية الأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية خاصة موجودة في نيويورك وهناك بعض الأجهزة المتواجدة في بعض البلدان الأخرى خاصة جناب وهذه لهاي والسبب باختصار بسيط أن الولايات المتحدة خرجت هي المنتصر الرئيسي المنتصر الرئيسي من الحرب العالمية الثانية وبالتالي فإن الأمم المتحدة والقوانين الدولية التأثير الأمريكي فيها تأثير كبير وكبير جدا نستطيع أن نقول أن القانون الدولي كما هو الآن في نسخته الآن هو ليس قانونا صنعته باقي الدول الحضارات باقي مختلف الدول إنما صنعته الدول الغربية المنتصرة وأساساً الولايات المتحدة وإلى درجة أقل بريطانيا أيضاً داخل الغرب صنعه ما يسمى بالانجلو ساكسون الانجلو ساكسون اللي هما ناطقون بالانجليزية وهم الولايات المتحدة بريطانيا أستراليا نيوزيلندا وكندا خاصة هذه الدول الخمسة وهم معروفين أيضاً بالفايف آيز أو العين الخمسة في أجهزة مخابراتية بحيث أن هناك جهاز هذه الدول الخمسة مخابراتها عندها جهاز يشمعها يسمى الفايف آيز العين الخمسة يتعاونون فيما بينهم ويتبادلون المعلومات أي أن الانجلو ساكسون داخل الغرب هم يضعون أنفسهم هم فوق أو هم على هرم الدول الغربية كلها بالرغم أنها بالمناسبة الدولة الانجلو ساكسونية الوحيدة التي كانت متواجدة في الاتحاد الأوروبي الذي يمثل العدد الأكبر من الدول الغربية خرجت منه كواحدة من لفتات إذن كانت المعركة وما زالت مستمرة في الحقيقة وإن كان انتهى التدافع أو أن كل طرف يقدم دفاعه أمس كانت الولايات الجنوب إفريقيا قدمت الادعاء دفاعها في الادعاء واليوم كان المدعى عليه وهو الكيان الصهيوني رد على الاتهامات جنوب إفريقيا طبعا القضاءات كانوا يستمعون وكان هناك حضور لافت ربما هذه أخطر قضية تطرح على الصحة الدولية منذ أن نشأت الأمم المتحدة قبل ثمانين عام العام القادم يحتفلون بالذكرى الثمانين لقيام الأمم المتحدة التي خلفت المقبورة la SDN la Société de Nassia كما كانت تسمى أو عصبة الأمم التي فشلت نشأت بعد الحرب العالمية الأولى وفشلت وانهارت ولم تستطع وقف الحرب العالمية الثانية فانهارت ونشأت خلفا لها الأمم المتحدة دفاع ما تشوفه ممكن نرى مقطعت تشوفه مباشرة طبعا تناقلتها كثير من الوكالات والأنباء والقنوات والمواقع لكن لنرى المساعد أرسلنا مقطعها ومقطع هنا من تدخل أحد كبار المحامين لإفريقيا الجنوبية كان أمس سيدتي الرئيسة العضاء المؤقرون للمحكمة إنه فخر وشرح أن أقف أمامكم اليوم بالنيابة عن دولة جنوب إفريقيا ونعبر عن امتنان للمحكمة المؤقرة على عقد هذه الجلسة وفي أسرع وقت ممكن من أجل النظر في طلب جنوب إفريقيا بفرض تدابير مؤقتة وفي طلبنا وطلبه جنوب إفريقيا قد لاحظت النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني عبر الاستعمار الإسرائيلي منذ عام 1948 الذي كان بطريقة ممنهجة في تشريد وشردمة والشقسيم الشعب الفلسطيني وحرمانهم بشكل متعمل من حقوقهم المتعرف عليها توليا على رأس حقه وتقرير المصير وحقهم أيضا المشروع عليه كعودة لاجئين إلى قراء ممدنهم إلى ما هو مسمى إسرائيل الآن كما أيضا الحقيقة أنها كانت مرافعة قوية وقوية جدا حضرها عدد من المحامين هذا أحدهم كان في محامية أيضا تميزت بحديث قوي وكان يرأس الوفد وفد المحامين والحاضرين كان موزير العدل شخصية موزير العدل لجنوب إفريقيا شخصية رئيس الإفريقي اليوم رئيس جنوب إفريقيا قال هذا فخر عظيم لنا قال لم أشعر بفخر كما شعرت به اليوم ونحن نرفع هذه القضية قضية شعب الفلسطيني المستضعف والمستعمر والذي يخضع لقتل وقصف منذ ما يقارب مئة يوم قال هذا فخر عظيم لي ولبلدي وله أن يفخر والحقيقة ناجرون إفريقيا التي لا يجمعها شيء اللهم إلا أنها هي أيضا كانت تخضع الاستعمار استيطاني عنصري أبيض وتحررت منه قبل حوالي 30 عام ما يجمعها مع الفلسطينيين هو أنها تدافع المظلومين ولعلنا كلنا نتذكر مقولة لننص المندلة هذا الزعيم الإفريقي الذي بعد أن قضى حوالي 26 عام في سجون مرعبة سجون مرعبة أنا قرأت قرأت جزء من المذكرات ورأي عندي هنا مرة أنا قرأ منها حقيقة يعني مروا بأوضاع صعي عصيبة وصعبة للغاية وكان هناك تعامل معهم يعني العنصريين اللي كانوا يحكم جنوب إفريقيا كانوا يتعاملون مع الكلاب والقطة مليون مرة أفضل مما يتعاملون مع الأفارقة وأنصح أيضا لمن يستطيع بقراءة مذكرات من سلماندلة فهذا يفيدنا ونحن نخوض معركة لأن كما يقول عليه الصلاة والسلام الحكمة ظالت المؤمن أن وجدها فهو أولى بها أينما نجد أفكار حكيمة وأناس قدموا تضحيات وناضلوا وقاوموا وسواء ماتوا أو انتصروا مفيد لنا أن نتعلم من تجاربهم وأن نستفيد من تجاربهم كل التجارب الإنسانية الرفيعة والقوية تفيدنا في معركتنا ضد الاستبداد في بلدنا أو في بلدان أخرى إذن قلت نتذكر مقولة ناصر مندلة أن كل واحد مننا يعرف نفسه كل واحد مننا يعرف نفسه وباختصار بسيط لماذا كل واحد مننا يعرف نفسه قال لك اللي يدافع كل واحد مننا على من راح يعرف يدافع كإن هناك اللي يدافع على الفاسد فهو فاسد اللي يدافع على المستضعفين أو الصالحين أو فهو صالح فكل مننا عارف نفسه ويعرف عن من يدافع وهذه تقال خاصة لبعض الأبواق التي تدافع على عصابات الإجرام التي خربت البلاد وحتى بعض الأبواق التي حتى يدافع على الصهاين عجيب يعني عجيب أمرهم يعني يخرج واحد أو اثنين من الجزائر هكذا ينسب إلى الجزائر وهو باعث وباعث جدا دفع الصهاين وهاجم المقاومة الرز الإماراتي والسعودي ماذا يفعل في الناس الرد الإسرائيلي كان أيضا تخيلوا أن الرد الإسرائيلي ما هو هو أن إسرائيل تتعهي التي تتعرض للإبادة طبعا هذه القضية كلها مربوطة باتفاقية الإبادة التي وقعت في ديسمبر 1948 يعني بضعة أشهر بعد قيام هذا الكيان الدخيل الصنيع هذا وتم المصادقة عليه في 1951 أغلبية الدول أو كثير من الدول صادقت عليها فيما بعد أيضا الرد الإسرائيلي يقول أن إسرائيل هي التي تعرض للإبادة يوم 7 أكتوبر كيف؟ قالك يوم 7 أكتوبر إسرائيل في أرضها في وطنها في بلدها هاجمتها قوى خارجية وقتلت منها 1200 شخص إلى آخره طبعا هذا الكلام كلام فارغ كلام لا قيمة له لأنه باختصار بسيط 7 أكتوبر كما قال الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة يعتبر أكبر مرجعية ترجع لها المنظمات وترجع لها الجهات القانونية والحقوقية وإلى آخره قال 7 أكتوبر لم تأتي من فراغ يعني بالنسبة الإسرائيليين ودعمين في الغرب خاصة في الولايات المتحدة وفي بعض الإعلام الأعمى مثل البيبيسي اللي مثلاً أمس لم تقدم تغطية لما جرى من دفاع جنوب إفريقيا في الأمم في لهاي بينما اليوم كان تغطية كبيرة لدفاع الكهن الإسرائيلي في واحدة من المهازل التي لم تكن تعرف على البيبيسي بيبيسي دائماً تحاول أن تظهر أنها موضوعية ومحايدة ومهنية نحن نعرف أن مع هذا الكلام في مبالغات لكن يجتهدون يجتهدون أو على الأقل يقدمون صورة أمس تجاهلت تقريباً البيبيسي وهي أخطر وأهم وسيلة إعلامية في العالم واليوم غطت تغطية كاملة للدفاع الصهيوني إذن الدفاع الصهيوني قال من أنهم الذي نتعرض الإبادة وأن إسرائيل ما تقوم به اليوم هو مسؤوليتها للدفاع عن وطنها وعن دولتها وعن شعبها وكما قال أول أمس نتنياهو قال لك نحن الجيش الأكثر أخلاقية في العالم وهذا كان قالوا وزير دفاع حوم وقالوا كبار ضباطهم عدة مرات وكانهم يعيشون في عالم آخر ليس عالم الناس وعندما يقول اليوم المحامين أو المدافعين عن الكائن الصهيوني من أنهم هم الذين تعرضوا لإبادة سؤال بسيط اللي يطرح لهم وأنا أكيد أن القضاة سيطرحون هذه التساؤلات لأن القرار سيصدر لأن اليوم اللي رحمة روح أمام محكمة العدل الدولية هو كالتالي هو أن تطلب محكمة العدل الدولية أن تطلب من إسرائيل التوقف عما تقوم به في غزة لأن هناك شبهة شبهة من أنها تقوم بإبادة جماعية هذا اللي يثبت الجنوب إفريقيا واللي ترفض إسرائيل أو تظهر عكسه من أنها لا تقوم بإبادة جماعية أنها هي التي تعرضت لإبادة جماعية وأنها في الحقيقة تقوم بمسؤوليتها كما ينص عليه مواثيق الدولية بما فيها مثق الأمم المتحدة الذي ينص على أن الدولة لديها الحق في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لخطر خارجي طبعاً أي محامي مبتدئ بل أي طالب حتى في السنة الأولى أو السنة الثانية في القانون أو في السياسة يقدر يطرح الأسئلة أو إنساني عادي لماذا تعرضتم لسبع أكتوبر؟ هل مثلاً هاجمتكم؟ مثلاً دولة مثل اليونان أو دولة مثل تركيا مثلاً أو حتى دولة مثل مصر مثلاً أبداً حتى دولة مثل لبنان التي تحتلونها بعض أراضيها لم تهاجمكم حتى دولة مثل سوريا التي تحتلون لها الجلال وهو موقع استراتيجي بلغ الأهمية لم تهاجمكم حتى مصر التي تضعون لها شروط كثيرة جداً على السنة ولا تستطيع دخول الجيش لا يدخل الأراضي السنة إلا في حدود وفق اتفاقيات لم تهاجمكم إذن من الذي هاجمكم يوم 7 أكتوبر؟ وبالفعل كان هجوم فلسطيني هاجمكم الذين يخضعون لاحتلالكم منذ 75 عام في 7 أكتوبر كان مر على احتلال فلسطين تاريخية كلها وعلى فلسطين التي قسمت بينهم وبين صهاينا كان مر 75 عام وعلى احتلال غزة كان مر أكثر من 46 عام 56 عام 67 إذن الذي هاجم في 7 أكتوبر هو شعب يخضع للاحتلال وأنتم الدولة المحتلة القانون الدولي لا يعطي الحق للدول التي تحتل أراضي أخرى بأن تدافع عن نفسها إنما يعطي الحق للشعوب المحتلة هي التي تستطيع أن تدافع عن نفسها بكل الطرق بما فيها السلاح إذن الحقيقة الحقيقة أن بداية الحال تستطيعون أن تتابعون كل تفاصيل الادعاء ورهي منشورة وفي مواقع إلى آخر لا أريد أن أطيل هنا كثيرا إنما أريد أن أقدم مجموعة ملاحظات والملاحظة الأولى هو أن جنوب إفريقيا التي ليست مسلمة ليست عربية ليست جارة لغزة ولا لفلسطين هي التي حاملت القضية ورفعتها ولا تظنون أنها رفعتها هكذا بسهولة لأن المسيطرون الأرباب الذين جعلوا من أنفسهم أرباب على هذا العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة مارسوا ضغوط هائلة على جنوب إفريقيا لكي لا تفعل ولكنها فعلت ولماذا مارست الولايات المتحدة هذه الضغوط؟ لأن الولايات المتحدة متورطة إذا ما صدرت فيما بعد تسلق ربما بعد أشهر بأنه بالفعل كان إبادة جماعية فإن وستذكرون هذه الكلام تتذكرونه ربما الولايات المتحدة سيشار لها بأنها شريكة في الإبادة الجماعية وقد تدان هي أيضا الصعيد العالمي إذن هذه جنوب إفريقيا لمهيش تجمحها الإنسانية والدفاع المستضعفين هي التي رفعت القضية لم ترفحها إيران ولا تركيا وهؤلاء صحيح يعادون الكيان الإسرائيلي بشكل أو بآخر وبعضهم يعادي خاصة عن مستوى الخطاب وبعضهم أيضا عن مستوى بعض الأفعال لم ترفحها عصابات الجزائر التي تقول أنها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة لم ترفحها دول ليست مطبعة مع هذا الكيان وهي تنسب إلى المسلمين أو إلى العرب 57 دولة على أساس أنها دول مسلمة واحدة منها لم ترفع هذه القضية لماذا؟ لأنها تعرف أن رفع هذه القضية له ثمن يدفع وهذا الثمن أمام الولايات المتحدة وبالتالي يعني بشكل أو بآخر ودول غربية التي قد تعاقب هذه الدولة جنوب إفريقيا واحد كان رسل ممكن رسلني في رسالة قال أن جنوب إفريقيا لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وأن هذا كله تهريج لا بالعكس لا بالعكس كوننا نهدع على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل هي شافت مصر عد علاقات دبلوماسية مع إسرائيل اللي دخلت في حروب مع الكيين هذا ذات مع علاقات بل فلسطينيين الآن في علاقات دبلوماسية مع إسرائيل الحقيقة علاقات خضوع اللي هما ميليشيات عباس الأردن الإمارات المغرب البحرين السودان كانت على بواب توقيع العلاقات السعودية كانت على بواب توقيع العلاقات الرسمية فكون عندها علاقات مع إسرائيل هذه الدول تقيم علاقات مع بعضها البعض لكن هنا تكمن قوتها لديها علاقات دبلوماسية وسياسية واختصادية وتجارية ورياضية مع الكهي الإسرائيلي ومع ذلك خاطرت بكل هذه العلاقات ورفعت القضية في حين أننا دول وهنا نتحدث على دولتنا على بلادنا تزعم أنها ليس لها علاقات نهائيا مع الكهي الإسرائيلي وإن كان اكتشفنا مؤخرا مثلا لديهم علاقات تجارية موجودة نحن نعرف أننا لديهم علاقات دبلوماسية سرية عبر أطراف ثالثة خاصة عبر عباس مثلا لكن دعونا نضح هذا كله جانبا طيب أنت ما عندكش علاقات دبلوماسية ولا سياسية ولا راكس بول باللي ما عنديش ما عندك ما تخسر كي ترفع ضد إسرائيل قضية لدى محكمة العدل الدولية ما تخسر لها شيء لا تخسر شيء اللي ما عندكش علاقات أصلا معهم إذن لماذا لا ترفع هذه الدعوة في الحقيقة هناك سببين السبب الأول هو السبب الخوف من الرب الأمريكي يعتبرون أمريكا رب وكل يخشاه على قوله أحد الشعراء قال لك أمريكا رب وكل يخشاه الحكومات الأنظمة اللي في هذه المنطقة انتعنا ترتعش ترتعد من القوى الاستعمارية الكبرى خاصة الولايات المتحدة الكابيهم طراش تتذكرون برك نذكركم هنا بسرعة لما خرج الاتهام اتهام المقبور نزار بأنه مجرم حرب تهمة أنه مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية حكمتهم رعشة حكمتهم حمة تجاوزة ربعين درجة حكمتهم رعشة رهيبة إلى درجة إلى درجة لأول مرة في تاريخ الجزائر يعلن في التلفزيون تلفزيون العصابة تلفزيون الجزائري كما يسمونها من أن شنغريحة تلقى مكالمة هاتفية من عند مدير من؟ من عند مثلا قائد الأركان الأمريكية أبدا نائب قائد الأركان الأمريكية والو نائب وزير الدفاع الأمريكي لا مدير فيوزر الدفاع لا من عند مدير المخابرات الأمريكية سي آي 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 باش يقوله أنا أرى أنا مسلمين ومكتفين ساعدونا سويسريين ومدروننا حجرة في الصبار والحقيقة الحكومة السويسرية كانت ضد اتهام نظار إنما لوجود قضاء مستقل والمعركة دامت قريب 12 سنة اللي كان جاء الاتهام 11 سنة وزايد وإلا ما كانت يكون لأن الحكومة السويسرية أغلاقات الميلف واللوبيات السويسرية في 2016 إذن بمجرد بمجرد ما جاءت التهمة لنظار الرعب حكمهم على كالشم تبن لأنهم قتل خاصة في اتهامة عن نظار جاءت الملاحظة من أن نظار والذين كانوا معه بمعنى إشارة بدون الاسم لكن إشارة إلى الذين كانوا معه فالذين كانوا معهما كلهم اللي رأهم موجودين الآن على استثناءات قليلة فسارع شنغريحا إلى الحديث مع مدير المخابرات وهو ما عندهش علاقة به المفروض كان يتكلم معه مدير المخابرات كحال مجذوب المجرم كحال مجذوب المجرم شنغريحا فرحاء هذا مهنة جبار مهنة أو أي واحد من المجرمين حتى ناصر الجن عمد قادر حداد أو غير لا تكلم معه شنغريحا فاش يقول له رانا هنا ما هو المطلوب ساعدين يا أمريكا ساعدنا يا رب الأمريكي للأسف هكذا ينظرون إليهم لأنه ما فيه شرعية شعبية لأنه الشعب خرج يقول تبوني مزور جابوه العسكر ما كاشي شرعية لأنه خرج الشعب ويقول مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية هذا يضعفهم أمام العالم الخارجي إن النظام الذي يستطيع أن يواجه الضغوطات هو النظام الذي يستمد قوته وشرعيته من شعبه ويعرف أن شعبه مستعد أن يقاتل من أجله أما النظام الذي يعرف أن الشعب يقول عليه مخابرات إرهابية ومافيا عسكرية وتبوني مزور فهو عارف أنه لو لا القوى الخارجية لا كان ره رمية في المزابل ولا في السجون ولا في القبور بش نرجع للموضوع النقطة الثانية لماذا مثلا بلد مثل بلدنا لا يرفع قضية لم يرفع هذه القضية لماذا وهو من المحنى الجزائر موقعة من الأوائل بعد الاستقلال وقعت على اتفاقية الإبادة وكان بعض الاتفاقيات وقعت عليهم حتى قبل استقلال لأنه كانت عندنا الحكومة المؤقتة كما تعرفون بداية 1958 لأن الجنرالات في الجزائر ارتكبوا جرائم لو كان الجزائريين يكونوا قادرين على إيجاد دولة ترفع القضية لأنك ما يستطيعش الأفراد أو المنظمات يرفعوها إلى بحكمة العدد الدولي الجنرالات في الجزائر ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية في التسعينات لأنه لما نروحوا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية سنجد أنه سواء يعني قتل الناس لأسباب خلوة دينية عنصرية لغوية سياسية إلى آخر هم قتلوا جزائريين آخر لأسباب سياسية وبالتالي قد ينطبق لا أقول مئة بالمئة لكن قد ينطبق وهم يخافون أن ينطبق عليهم تهمة الإبادة الجماعية ولذلك أغلبية هذه الأنظمة التي لم تنضم تعرفوا أن النظام الجزائريين لم ينضم حتى إلى المساندين إلى غاية أمس إلى جنوب إفريقيا انضمت حوالي 10 أو 12 دولة أخرى كمساندين لكن نظام الجزائري لم ينضم مع أن علاقات نظام جزائري بنظام جنوب إفريقيا قوية جدا على الصعيد الإفريقي والحقيقة أن جنوب إفريقيا تساعد الجنرالات كثيرا على الصعيد الإفريقي كثيرا جدا ولكن هذه العصابة لأنها متورطة في قتل شعبها ولأن الجرائم التي ارتكبتها الآن عندنا رسميا أنها متهمة بجرائم حرب وجرائم الإنسانية وممكن تتهم بجرائم الإبادة فهم مرعوبين لأن الولايات المتحدة تقولون ما سمعون تلعبوش بالنعرة ركمتهم مثل مرتكبين جرائم إبادة وبالتالي لا يوجد دولة من السبعة وخمسين هذه حتى لم يصرت فيها مشاكل حتى كائين الذين خضعوا سياسيا خافوا من أمريكا سياسيا أو اقتصاديا أو تجاريا وكائين لا خايفين لأنهم مثل النظام في الجزائر ومثل النظام المصري مثلا مثل أنظمة أخرى اللي قتلت شعبها نظام مصري أيضا تنطبق عليه على الأقل في إحدى تفسيرات الإبادة الجماعية تنطبق أيضا عن نظام مصري والنظام السوري والعصابة عندنا ودول أخرى على كل ولذلك شكرا جنوب إفريقيا والحقيقة أن جنوب إفريقيا كثيرين الآن يبحثون من هي هذه جنوب إفريقيا لمن لا يعرفها ناس يتساءلون على المستوى العالمي أصبحت رمز للدفاع المستضعفي لأن الناس وهي ترى غزة ورقم تشوفوا هذه الانتفاضات العالمية لم يسبق في تاريخ البشرية أن انتفض البشر شرقا وغربا جنوبا وشمالا في كل مكان تقريبا أن انتفضوا من أجل قضية مثل قضية غزة لم يسبق لم يسبق أبدا أن حصر قادة غربيون ومشاهير وسادة وحيان رؤساء دول ووزراء أن حصروا من طرف المناصرين المناصرين لأهل غزة الذين يقتلون قتلا بشعا بشكل متوحش وفضيع قل له نظير لم يسبق بالمناسبة غدا فيه انتفاضة عالمية أيضا رتبالها هنا في بريطانيا من طرف المناصرين القضية الفلسطينية وستكون في تقريبا كل عواصم العالم خاصة في عواصم الغربية نحن للأسف في الجزائر ما زلنا لحد الآن لا نستطيع أن نتظاهر من أجل فلسطين لا نستطيع من هنا أريد أن أحيي وأليت المساعدة يبعث لي المقطع إخوانا في بعض البلدان في اليمن وفي المغرب في اليمن خرجت مظاهرة بمئات الآلاف يوم الجمعة واليوم أيضا عفوا يوم الجمعة الفائت واليوم أيضا يوم هذه الجمعة خرجت في المغرب أيضا مظاهرات متعددة كان آخرها أمس أو اليوم بعشرات الآلاف وهذا يشرفنا كمغاربيين كمغرباء أن الشعب المغربي راه يغطي اليوم على الشعوب المقموعة قمعا رهيبا بالرغم من أن النظام المغربي متواطئ مع الكيان الصهيوني على الأقل في قضية التطبيع لكن الشعب المغربي يقف وقفة تاريخية سيتوقف عندها التاريخ طويلا وهو يرى كيف أن الشعب المغربي لم يتبع نظام في قضية التطبيع واعترض على التطبيع وها هو يعترض الآن بقوة غير مسبوقة ويخرج بعشرات ومئات الآلاف ويحسب للنظام المغربي أنه لم يمنع شعبه لكن البؤس كل البؤس والرخص كل الرخص هو أن عصابة تقول أنها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة تمنع عشرة أشخاص كون يخرجوا من أجل فلسطين تمنعهم إلا إذا كانوا تحت إدارة المخابرات الإرهابية بكل ألف بكل ألم وبكل أسف وبكل غضب القرار الذي سيصدر في الساعات القادمة ربما غدا بعد غد يوم الاثنين لأن جنوب أفريقيا طلبت شيء واضح المحكمة محكمة العدلة الدولية هذه المشكلة من 15 قاضيا يمثلون 15 دولة ستنظر ستأخذ أسابيع وأشهر للنظر والتدقيق في كل ما رفع لها هذه القضايا دائما قضايا المحاكمة تأخذ وقت فأصنع الصعيد الدولي إنما جنوب إفريقيا طلبت شيئا واحدا يسمى ميزير كونسيرباتوار وهي أن هناك شبهة إبادة أي أن إسرائيل تقوم بإبادة حتى ولو لم تتأكد المحكمة منها لكن نحن لدينا شبهة بأن هناك خطرا واقعا في هذه اللحظة فلتصدر المحكمة قرارا بتطلب فيه إسرائيل بوقف حربها إذا ما صدر هذا القرار سيكون صفعة أكبر من صفعة 11 يناير هي الحقيقة 11 يناير 2024 ستدخل للتاريخ من أنها كانت أكبر صفعة إعلامية دبلوماسية قانونية ضد الكائن الإسرائيلي 7 أكتوبر كانت أكبر صفعة من الخاضعين والمستضعفين والخاضعين الاحتلال ضد المحتل الإسرائيلي هما لم يقولوها أما 11 يناير فهي أكبر صفعة والصفعة تحققت من حيث فضحت الكائن الإسرائيلي على الساحة الدولية ولذلك ما طالب الكائن الإسرائيلي اليوم ما هي أن لا تتخذ أن لا يتخذ أي قرار بوقف الحرب وهم يعللون ذلك بأن هذا سيكون خطر على الشعب الإسرائيلي وثانيا أن تتوقف المحكمة على النظر في القضية لا يريدون للمحكمة أن تستمر في النظر في القضية لماذا؟ لأن خطرها كبير بدون صدور أي قرار لحد الآن رهي تلقت صفعات هذا الكائن الإسرائيلي واعترفت الصحافة الإسرائيلية بذلك وخرج نتنياهو يصرخ كيف تجرعتم تبتنا تغريدة عن الموضوع هذا نسبة الكائن الإسرائيلي لماذا خرجوا يصرخوا أمس أول أمس كيف تجرأت هذه الدولة الإفريقية المتخلفة السوداء في نظرهم لأنهم عنصريين واللي قبر 40 سنة كان يحكمها البيض كيف تتجرع على إسرائيل التي هي فوق الجميع وفوق القانون وفوق الدول فوق كل شيء كيف تجرأت فرعون عندما آمن السحراء بسيدنا موسى وهم آمنوا لأنهم عرفوا بأنهما ما جاءوا به سحر هم يعرفوا وما جاء بموسى لم يكن سحرا فتأكد لهم فخروا ساجدين آمنوا بموسى وهارون ففرعون يقول لهم أآمنتم له قبل أن أأذن لكم تتجرؤون علي تتجاوزون سلطتي لم تطلبون إذني وكأني بإسرائيل تقول هذا وقالوها أنت يا جنوب إفريقيا تتجرأين علي لم تطلب إذني بأن تذهب إلى المحكمة لا روسيا ولا الصين ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا كل دول العالم ولا حتى الدول التي تزعم أنها مسلمة ذهبت وأخذتني إلى المحاكمة الدولية وأنت تذهب بي يا جنوب إفريقيا من أنتم على قول القذافي رعب مسكهم وهم يرون أن هناك دولة ممكن أن ترفع ضدهم لأن الدول الأخرى إما خائفة إما مرعوبة إما أصلا قادتها مشاركين في جرائم ولا يريدون أن يفتح عليهم الباب إلى آخره إلى آخره فشكرا لجنوب إفريقيا شكرا وشكرا جزيلا لأن التاريخ سيسجل ذلك طويلا وبقدر ما سيلعن الناس وهم يلعنون الناس هذه الحكومات التي تسمى حكومات دول مسلمة يلعنونهم لعنا كبيرا على استثناءات قليلة فإن الآخرين أيضا نشكرهم ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله وجنوب إفريقيا أقدمت على موقف تاريخي سيتذكره الناس طويلا وسيكتب عليه التاريخ إضافة إذا منتصرت في القضية فسيكون نصر عظيم ومؤزل لكن حتى لو صدر يوم الاثنين قرار من المحكمة العدلة الدولية على إسرائيل أن توقف هذه الحرب فإن المرجح أن هذا الكائن الصهيوني لن يوقف هذه الحرب وهذه ستكون كارثة إعلامية وديبلوماسية وقانونية وحقوقية عليه ولكنه لا يستطيع أن يقف الحرب بالنسبة إليها ستكون هزيمة وسيذهب سترفع القضية جنوب إفريقيا سترفعها إلى مجلس الأمن عندما يذهبون إلى مجلس الأمن في هذه الحالة فإن الدول الأخرى ستساند أو تسكت ويبقى قرار الولايات المتحدة إذا رفعت الفيتو فستكون كارثة صحيح ستعطي الفرصة لإسرائيل لإكمال جرائمها في غزة ولكن ستكون كارثة أيضا عن الولايات المتحدة وستكون في نظر العالم أنها شريك الناس ينظرون لها الآن شريك لكن ستكون أنها شريك أنها حتى بعد قرار من جهاز أممي هو أخطر جهاز على الصعيد الدولي من ناحية العدالة الدولية عارضته الولايات المتحدة هذا سيضعفها بشدة ويجعلها في وضع حرج وسيء جدا جدا فيما بعد سيذهبون في الحالة هذه سيذهبون إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة الجمعية العامة الأمم المتحدة ستقول الأغلبية العظمى منها شفناهم قبل شهرين كانوا الأغلبية حول 153 دولة طالبوا بوقف إطلاق النار إذن متوقعا الجمعية العامة ستكون مع المحكمة وستطالب بوقف إطلاق النار هل يتوقف يومها أم لا هذا يبقى أيضا على معطيات أخرى كثيرة جدا خاصة أن الكائن الإسرائيلي هذا لا ينتصر بل بالعكس من ناحية استراتيجية والسياسية ينهزم عسكريا ما زال الأمور فيها ولها لكن من ناحية السياسية والديبلوماسية والإعلامية والاستراتيجية الهزيمة كبيرة ورح نشوفها من أسماء ومن أقوال إسرائيليين أنفسهم بعد قليل وعلى ذكر الولايات المتحدة ووراكم تابعتم البارح تابعتم البارح الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن وتحديدا لأن اليمن فيه مجموعات كثيرة تحديدا على الحوثيين الحوثيين اللي هم مسيطرين على جزء كبير أكثر من نصف اليمن خاصة على صنعاء العاصمة وكان هجوما أمريكيا بريطانيا سندته خمس دول أخرى هي أستراليا وهولندا ومجموعة والبحرين وعملي ستة أسطر تحت كلمة البحرين البحرين هذه اللي هي في الجغرافيا لا تكاد ترى يعني مساحتها لا تكاد ترى وعدد سكانها محدود جدا يعني غزة عدد سكان غزة هو أربع مرات عدد سكان دولة دولة البحرين أو مملكة البحرين وملكها سمى روحه قبل عشر سنين الملك المعظم كان أمير كان هو أيضا كما قطر يسموه الأمير الحاكم الكويت القطر الإمارات هذو كلهم شيوخ أو أمير وكان هو هكذا لكن سمى روحه الملك المعظم كلما سغر بعض الناس كلما سغر حجمه وسغر عقله وسغر نفسه كلما تضخم بالتسميات وبلغراد هو سمى روحه الملك المعظم وهو قدر أخلاقيا قدر جدا جدا من قوم لوط سمحوني العبارة قدر جدا وعند شعب وعند هذا الشيء ما رقش في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في بريطانيا أو في فرنسا اليوم رقم تبعته بلغ قبل ثلث أيام والله أولينا عن رئيس الوزراء الجديد هذا وهو عمره 34 سنة قالوا أصغر رئيس في الجمهورية الخامسة أصغر رئيس الوزراء ومن أصول يهودية من صفار دايم تعرفوا أن اليهود عندهم الحريديم أو الحريديم والصفار دايم والأشكناز هو من صفار دايم اللي هما أصولهم من جهة إيران ومشابه وأنه مثل الجنس واليوم أعلنا أن زوجه هو وزير خارجية أعلنا شخص أسمه سمحوني على العبارة لكن هذه الحقائق أنا أعرف أن أنا لساني يعف على ذكر هذه الأشياء وزير الخارجية الجديد في فرنسا هو زوج رئيس الحكومة جابريال أطال وأسمى أطال هذا رح مر علينا أطال وهو من المناسبة ومن أصول يبدو أنه والد من أصول تونسية يعني أطال هذا شفنا اللاعب الجزائري أطال اللاعب في نيس واللي قامت عليه القيامة وحكمه عليه بالسجن وخمسة وربعين ألف أورو غرامة وقامت القيامة لأنه دار بارتاج اللي حاجة على الفيسبوك أو على على أحد المواقع التواصل ففي الغرب الأمور هذه تعلمت لي خلاصهما بالنسبة لهم أصبحت جزء من ثقافتهم أصبحت أخلاقهم أصبحت إلى آخر إلى آخر بالنسبة لنا نحن تبقى الأمور ما تمشيش خاصة في شعوبنا في دولنا يعني فيه رفض للموضوع هذا فال البحرين وبالمناسبة في هذه الحكومة عودوا رجعوا واحدة اسمها رشيدة داتي ورشيدة داتي هذه لمن لا يعرفها بابها مغربي وأمها جزيرية من جماعة ساركوزي متهمة بالفساد وكانت وزيرة في فترة معينة وهي عودت رجعت ومشاكل في دارو 14 وزير ثمانية من اليمين وستة من اليسار هكذا تقريبا فرنسا أيضا تغرق في الحقيقة على مستويات متعددة وهذه الحكومة بالذات رئيسة الحكومة اللي قبل رئيس الحكومة هذا كانت كانت مسترجلة وكانت وكانت هي أيضا من اليهود الأشكناز وهذا هذا ليس تم تعرفون أنا شخصيا موقفي في قضية اليهود أنا نقول ليسوا سواء مثل المسلمين ليسوا سواء ومثل النصرة ليسوا سواء والهنودة ليسوا سواء والصينيين ليسوا سواء الناس على حساب سلوكها وتصرفاتها أنا شخصيا لا أحكم على الناس من أصله لأنه ولا واحد مننا خير لأصله ولا دينه ولا لغته ولا قليل اللي ربما يغير لغته أو يغير دينه وهذا الاستثناء في البشر لكن هذه حقائق وهما أيضا موضوع اليهود في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا هما جزء من المؤسسات الحاكمة وهذا ليس جديد ديزرائيلي مثلا في هذه البلاد حكم يهودي قبل أكثر من مئة سنة كان رئيس وزراء بريطانيا يهودي فهذا مش هو الإشكال ولكن فقط الإشكال أن هناك نفوذ أن نفوذ خاصة بالنسبة لليهود لأن في الغالب هذا اللي يوصل للمناصب وما اليهود الصهاينة وليس اليهود اللي ضد الصهيونية هذو في الغالب يحربوهم ويوجهوهم إلى آخره فعموما جابوا رشيدة داتي أيضا هذه وهذه مرورها في الحكومة أيام ساركوزي كان كارثة بكل المقاييس وللأسف أمها جزيرية وبها مغربي باش نعود نرجع إذن للقضية إذن كان هجوم على اليمن وخاصة على الحوثي وربما الناس يتساءل يقول لك مرات يسمعوا كلمة الحوثي الحوثي من هو الحوثي أو الحوثيون أو أنصار الله هذا تسميتهم الرسمية تسميتهم الرسمية هي أنصار الله الحوثي الحقيقة الحوثي هذون أو الحوثي أو أنصار الله وكانت عندهم أسمية أخرى منها الحسينيين ومنها عندهم عدة تسمية هذه نشأت النشوء الجديد لها ليس عندهم امتدادات في التاريخ لكن نشوءها الجديد وبالأسمية الحوثي في 1992 على شخص أره مات الآن يسمى بدر الدين قتله علي عبدالله صالح في 2004 يسمى بدر الدين الحوثي وكان دخل وهم من صعدة صعدة هي مدينة جبلية في اليمن هي عاصمته وهم الفكرة الرئيسية أن تحملوا أنهم من الطائفة الزيدية والطائفة الزيدية باش من تعمقش في الحديث باختصار شديد طائفة الزيدية هي الطائفة تستطيع أن تقول أنها بين الشيعة والسنة في الإسلام وعددهم ليس كبير عددهم في حدود ثمانية ملايين متواجدين أساساً في اليمن أي هؤلاء الزيديون اللي هما اليوم عندهم تمثيل سياسي يسمى أنصار الله ويسمون بالحوثي أو الحوثيين أكثر إذن هما هذو في 92 نشأت الحركة من جديد كانوا متواجدين من قبل الذين حكموا اليمن قبل 62 كانت اليمن يحكموها بالإمامة وكانوا يحكموها الزيديون هم اللي كانوا يحكموه لكن في 62 صرات معارك ودخال عبد الناصر إلى اليمن وسقطت الإمامة الملكية في اليمن وسندت سعودية الإمامة وسند عبد الناصر الجمهوريين اللي كانوا شيوعيين ويساريين واشتراكيين وناصريين لآخره وسقطت دولة الإمامة اللي كانت في اليمن 62 لكنهم عادوا في 92 ودخلوا في شعاروا بالتفقير والتجويع والإضعاف فحاربوا النظام علي عبد الله صالح النظام الفاشل والفاسد والمجرم ودخلوا معاه في معارك في 2004 إذن قتل المؤسس عبد بدر الدين الحوثي وخلفه أحد أبنائه ويسمى عبد المالك الحوثي اللي هو رهي رأس الحركة منذ ذلك التاريخ وبالرغم أنهم كانوا في حروب أخذ ورد مع عبد الله صالح إلا أنهم لما جات الثورة اليمنية في 2011 كانوا معها وساهموا إلى حد كبير في ضعاف نظام عبد الله صالح ولكن تدخل الخليجيين السعودية والإمارات معرفة أنا ذاك بالاتفاقية أو بالخليجية كان أقلقهم بشدة لأن الخليجيين السعودية كانت تريد مع الإمارات تقسيم اليمن إلى ستة مقاطعات تقريبا إلى ستة دول تقريبا وهم رفضوا هذا هم عندهم أكبر خصم منتاحهم هم السنة الآخرين خاصة جماعة الإصلاح اللي هم الإخوان اليمنيين طيار الإخوان في اليمن فماذا قامت سعودية والإمارات التي كانت تكره طيار الإخوان وتحاربه في كل مكان الإخوان الصحيح مش المزور لعننا في الجزائر قيادة التي تنسب إلى الإخوان في الجزائر هي قيادة مزورة ضد فكر الإخوان الحقيقي ضده تماما مثل ما هو حزب الزور في مصر واللي ينسب للسلفين وهو ضد الطرح السلف الحقيقي مداخلين المهم الإمارات السعودية ساعدت الحوثيين على السيطرة على الصنعاء اللي كان آنذاك الثورة اليمنية بمختلف تشكيلاتها وخاصة بالإصلاح كانت هي تقريبا على أبواب أن تطيح بعلي عبدالله الصالح وعلي عبدالله الصالح كان دائما عميلا للدول الخليجية ليدفعوا له المال وهو يخرب اليمنية فساعدوا الحوثي كراهية في الإخوان فسيطر الحوثي على الصنعاء عندما سيطر الحوثي على الصنعاء شعروا بأنهم خدعوا أو خدعوا أنفسهم لأن الحوثي عنده علاقات أساساً مع إيران لأن الزيدية كما قلنا وإن لم تكن شيعية فإن عندها مشترك شيعي وإن لم تكن سنية فسنية فإن عندها أيضاً مشترك سني مثلاً الزيدية لا يؤمنونها بالأئمة الغائبون مثلاً ما عندهمش هذا الإمام الغائب مثلاً لا يؤمنون بعصمة الأئمة أي يعتبرون أن الحاكم يجب أن يختار وليس أن يكون مثل إيران مثلاً الولي الفقيه لا يسأل عن ما يفعل مثلاً فلديهم أشياء مشتركة مع الصنة وأشياء مشتركة مع الشيعة ولكنهم ليسوا لا بشيعة ولا بصنة وهم كما قلنا طائفة صغيرة بالعكس تاريخياً حاربوا القرامطة وحاربوا بعض الطوائف الشيعية المتطرفة مثل الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم بعض الفاطميين وغيرهم باش بنتعمقش في هذا الموضوع هذا موضوع عميق جداً استفادوا الحوثي استفاد من دعم الدول الخليجية لساعداته باش يكسر الإصلاح وظنت الدول الخليجية أن الإصلاح سيتحارب مع الحوثي فالإصلاح خرجوا وتركوا صنعاء للحوثي فوجد السعوديين والإماراتيين وجدوا نفسهم في كارية أن الصنعاء الآن أصبحت أقرب إلى الخصم الإيراني فبدأوا يكثيرون لهم المشاكل في 2015 أعلنوا الحرب على الحوثي السعودية والإمارات كانت معهم قطر أيضاً وكان يسمى بالتحالف العربي وقدروا هي معهم كانت السعودية والإمارات يتآمرون عليها ولذلك انسحبت فيما بعد وظلت السعودية والإمارات قطر انسحبت في 2017 تحارف الحوثي إلى غاية قبل سنة تقريباً سنة وشوية السعودية كانت تظن نحن هذا بن سلمان كان يظنها لعبة إلى درجة أن الناطق باسم الجيش السعودي في اليوم الثاني لازلت تتذكره جنرال خرج وهو أوصول يمنية حتى هذا الجنرال لكن أصبح من السعوديين خرج وقال قضينا على 80% من قدرات الحوثيين هذه كانت تقريباً في 16 أبريل أو 17 أبريل 2015 بقاوا من 2015 وما يتحاربوا معهم إلى أن رفعت تقريباً رفعت سعودية العالم الأبيض رفعت العالم الأبيض غرقت سعودية قتل لها آلاف الجنود بالرغم أن سعودية والإمارات وكانت بدعم غربي أمريكي وحتى بدعم مصري سوداني غرقوا في اليمن وقتلت سعودية والإمارات عشرات الألاف من اليمنين وقتل الحوثي الحوثي كان يحارب في الآخرين اللي هما يسمى الحكومة اليمنية اللي أصبحت عميلة للسعودية ويمنيين آخرين أحرار فكان القتال اليمن الداخلي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 ألف والعدوان السعودي الإماراتي قتل ما لا يقل عن 100 ألف وفي النهاية خضعت السعودية لشروط الحوثي لأن الحوثي أصبح يستطيع أن يرسل سواريخه خاصة لما ضرب لهم شركة أرامكو شركة البترولية العالمية أكبر شركة البترولية في العالم وهددهم بضرب ضرب مر الرياض وهددهم بضرب جدة وبضرب القصور الملاكية فأصبحوا مرعوبين منه وإيران ساعدت الحوثي مساعدة قوية جدا طبعا قدمها هذا الموضوع لأن إيران وجدت عندها نفوذ قوي في اليمن إضافة إلى العراق والسوريا ولبنان في اليمن فأصبحت تحيد بكل الدول دول المشرق والخليش موقف هذا الأخير الولايات المتحدة ضد الحوثي كيف جاء الحوثي يخرجون تقريبا خرجوا بداية 19 نوفمبر وقالوا نحن لن نقبل أو نتحدث باسمهم مثلا بشتشوفوا هذا كان اليوم دم العدو الأمريكي البريطالي وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بـ 73 غارة استهدفت العاصمة صلعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة وقد أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة إن العدو الأمريكي والبريطالي يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون عقاب ولن يمر دون رد ودون عقاب هذا كان المتحدث باسم الحوثيين يظهر محلة آخر كلما كان هناك حدث خاصة حدث عسكري فيظهر المتحدث والآن كان رده اسمعته قال 73 هجوم غارة 73 غارة والولايات المتحدة وبريطانيا قالوا بأنهم استهدفوا أساسا المراكز إطلاق السواريخ والطيارات المسيرة يعني مراكز عسكرية هو قال أنا قتل خمسة وجرح عدد آخر فالحقيقة الضربة لها أهمية عالمية لكنها عمليا ليست ضربة كبيرة الولايات المتحدة يعني جنوها الحوثيين بعبارة درجة جنوها تمام الولايات المتحدة طلبت منهم وتدخلت ورحت عند قطر ورحت عند عمان ورحت عند الإمارات ورحت عند السعودية يقولون لهم خلونا الحوثيين يخلونا ترونكي لكن الحوثيين قالوا إحنا لا نستطيع لا نستطيع يا لات المساعدة يبعث لي روكين رد جميل قام به متحدث باسم الحوثيين مع صحفية تعلبي بي سي حقيقة كان رده اصدمها يعني بعد ما طلحت له سؤال هكذا تستهزأ به فالمهم الحوثيون قالوا نحن لا نستطيع أن نسكت على إخوانا الذين يقتلون قتلا بشعا في غزة وعلى إسرائيل إذا أرادت أن لا نهاجم السفن التي تتجه لها لأنهم يقولون أنهم يهاجمون فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المحملة بالسلع التي تروح لإسرائيل ولماذا عندهم هذه القدرة لأنهم يشرفون على البحر الأحمر وخاصة على باب المندب باب المندب هذا هو الباب الذي يفصل ما بين البحر الأحمر وما بين بحر العرب بحر الأحمر على ضفة الجنوبية خاصة مصر السودان إريتريا وجيبوتي وعلى الضفة الشمالية أساسا شوية قطرة لإسرائيل الكيان الإسرائيلي هذا وأيضا قطرة صغيرة للأردن العقبة المعرفة هذه لأنه لما حجينا نزلنا في العقبة موجودين على البحر الأحمر ثم المجال الرئيسي والسعودية ولليمن إذن العوثيين يسيطرون على الجانب اليمني من البحر الأحمر اللي هو الجزء الجنوبي من بحر الأحمر الجنوبي على الضفة الشرقية وليس الغربية فيتحكمون في أحد أهم الممرات العالمية حوال 20% السلع العالمية تمر من باب المندم يوميا يمر أقل شيء 10 مليار دولار من السلع يوميا يمر على باب المندم ولذلك ارتفعت الأسعار قليلا تعالحويات لكونتونير وارتفعت بعض الأسعار وبعض المواد يعتقد أنها ستكون في حدود ما بين 5 إلى 10% على الصعيد العالمي يعني نسبة معتبرية نتيجة هذا القصف للولايات المتحدة لم تكن تريده إطلاقا فالولايات المتحدة تريد أن يستفرد الكيان الصيوني بغزة ولا يتدخل أي كان وطبعا لا السعودية ولا الإمارة ولا مصر تتدخل فهؤلاء بالعكس يريدون القضاء على المقاومة والدول الأخرى مثل إيران وتركيا وإلى حد ما حتى العراق واليمان ولبنان هذا يتم تخويفهم أو تهديدهم باش ينهي الكيان الصيوني ينهي الفلسطينيين في قزة ينهي أي مقاومة أو أي أتراض على وجوده أو على احتلاله أو على ما يفعل لكن العوذين قالوا لن نسكت لن نسكت على ذلك وإذا أرادت الولايات المتحدة أن نوقف هجوماتنا على السفن طبعا من ناحية القانون الدولي هذا ممنوع بالقانون الدولي يجب أن يقال هذا أيضا لكن الحوذيين قالوا أن إسرائيل أيضا تخترق القوانين الدولية وأنها تجوّع الشعب الفلسطيني ولا تترك لا يدخلوا لا الأكل ولا الشرب ووزير الدفاع قال هذا حيوانات بشرية حيوانات بشرية ووزير ما عندهم قال نطلق عليهم النووي ووزير آخر قال هذا نازيون ووزير آخر قال نخرجهم تماما من غزة فهذه كلها جرائن ضد في القانون الدولي حاولت الولايات المتحدة هددت عدة مرات هي دول غربية خاصة بريطانيا ولكن الحوذيين لم يستمعوا فجاء الضربة أمس في الحقيقة الضربة خفيفة الولايات المتحدة لا تريد أن تنجر إلى معركة مع الحوذيين لماذا؟ لمجموعة من الأسباب خلينا نختصرها لكم في ثلاثة والأربع لأن يقدر واحد يقول الامبراطورية الأمريكية هذه تخاف من مجموعة يعني قبل سنوات لما كنا نشوفوهم والطريقة اللي حاربوا بيها وقدروا تقول جايين من وراء التاريخ والهقي الحقيقة أنهم هزموا السعودية والإمارات اللي كانت مدعومة غربيا ومصريا وسودانيا وغيرها هزموهم لأنه مش دايما الأمور وهذا اللي نشوفو فيه الآن في غزة الأمور ليست دايما ماديات وقوة عسكرية وضخامة ومش دايما والدليل الولايات المتحدة هزمت في بلد صغير جدا وهربت منه هو الصومال قبل ثلاثين عام ورأكاين في المشاهير جدا على على دخول الولايات المتحدة للصومال وكيف هزمت كانت كانت صدمة رهيبة في الولايات المتحدة ولكن قبل سنتين فقط سنتين ونص بالضبط في الصيف الفين واثنين وعشرين أو الفين واثن وعشرين لا الصيف الفين واثن وعشرين فرت الولايات المتحدة منين من أفغانستان اللي لما تشوفوا لبستهم وطريقتهم وكذا يأتون ما قبل التاريخ أيضا لكن كيف استطاعت حركة مثل الطالبان أن تهزم أمريكا والحلف الأطلسي ومعهم الهند ومعهم إيران بالمناسبة إيران كانت ضد الطالبان صحيح ما كانتش في الحلف الأمريكي الغربي ولكنها سهلت وساعدت الولايات المتحدة وهذا القول مش من عندي هذا القول من عند واحد يسمى حبيبي كان نائب رئيس خاتمي صرح في الالفين وربع نظن أو الالفين وخمسة فيم ثلاثة الفين وربع يمكن قال ساعدنا الولايات المتحدة على الإيطاحة بنظام طالبان في أفغانستان وعلى نظام صدام في العراق وذلك نرجع نقطة لإيران إذن الولايات المتحدة لماذا مترددة جدا وكانت غير بقية هدد لأنه من 19 نوفمبر عند القضية قضية استهداف السفن المارة إلى الكيان الإسرائيلي بدأها الحوثيون منذ خمسين يوم فقط بعد خمسين يوم تحركت الولايات المتحدة لماذا لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتورد في حرب أخرى في مناطق المسلمين لا تريد إطلاقا تجربتها في العراق مرة تجربتها قبل ذلك في الصومال مرة تجربتها في أفغانستان مش فقط مرة مريرة جدا وتخشى التورط مرة أخرى مع هؤلاء ثم تاريخيا اليمن مثل أفغانستان يعني لما ترامب خرجوا هاجم بايدن قال له هربت من أفغانستان وانت جبان وانت قال له إن أفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات ولم يكن مخطئا بايدن لماذا؟ لأن أفغانستان هذه اللي هي شعب يبدو أنه متخلف وجبلي ويعيش في عصور قديمة إلى آخره هزم الإمبراطورية البريطانية مرتين مرة في القرن التاسع عشر ومرة في القرن العشرين وهزم الإمبراطورية السوفياتية وساهم في انهيار الاتحاد السوفياتي في 1988 عندما هارب السوفيات من أفغانستان في 88 وانهاروا بعدها بثلاث سنوات فبايدن رد على ترامب قالوا إن أفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات ولا أريد لأمريكا أن تكون قبرها هناك اليمن يشابه أفغانستان في شيئا كثيرة سواء في العقلية انتع شعبه بالرغم أن أولئك ليسوا عرب واليمنين هما أصل العرب ولكن في الجبال في المنطقة في الخشونة انتع انتاحهم وانتع صبرهم على الأوضاع إلى آخره يشبه كثيرا ولذلك في الولايات المتحدة كانت أقول بين قوسين مجبرة أمس على ضرب الحوثيين كانت مجبرة لأنها كانت تعرف النتائج تخيلوا ما هي النتائج الآن إنما كانوا الحوثيون لغاية أمس كان هناك حوالي 30% من السفن تبتعد عن الحوثيين تبتعد عن البحر الأحمر تروح تمر تزيد طريقها 20 يوم عن طريق الرجاء الصالح عن طريق جنوب إفريقيا 20 يوم زيادة لأن ما هي السفن التي تمر عبر البحر الأحمر في القالب هي السفن التي تأتي من آسيا وتذهب إلى أوروبا وإلى شمال إفريقيا أما السفن التي تذهب إلى شمال أوروبا أو تذهب إلى الولايات المتحدة والأمريكيتين أو إفريقيا فعندها طرق أخرى لكن الطرق بما فيها الجزائر والمغرب وتونس ومصر السلع اللي تجي من آسيا لازم تمر عبر البحر الأحمر ثم تمر على قناة سويس والسلع اللي تجي من أوروبا تمر على قناة سويس باش تروح إلى آسيا تمر على قناة سويس والبحر الأحمر تروح إلى آسيا إذن اللي يتأثر أساسا هو شمال إفريقيا بعض الدول المشرقية وأوروبا إلى حد كبير هؤلاء المتأثرين لكن الولايات المتحدة تتدخل لأنها هي تنظر لنفسها مرة أخرى أنها رب هذا العالم هي هكذا تنظر لنفسها ومرات بارك باش نقول للناس ما يقولوش بلي رجلت حاجة ربما لا تليق لا يستطيع أن يقول هذا لأن نقول رب البيت رب العمل إلى آخره إحنا في الإيمان العقيدة تعالى أن الله هو الذي هو إله في الأرض وفي السماء وفي السماء وفي الأرض فالله سبحانه وتعالى بالنسبة إلينا لا شك في ذلك لكن أنا نقول كيف تنظر أمريكا لنفسها وكيف ينظر لها العالم يعني ولذلك تتدخل أيضا كشرطي هي الحارس يعني اليوم مثلا تقريبا ما فيش مرور عبر البحر الأحمر كل الشركات الكبرى العالمية الكبرى تقريبا منعت وما حتى أمريكا وبريطانيا قال لهم اتمروش رعا ما زالت الأمور قلقة بمعنى أن النتيجة أسوأ هذا الهجوم جاب بنتيجة أسوأ والحوثيين الآن هدوا يقولوا بأننا لن بأن بريطانيا والولايات المتحدة هم عدوا لنا وأينما يوجد سنضربهم هذا خطير لأن إذا نفذ الحوثيون هذه التهديدات فهذا خطير وخطير جدا الحوثيين عندهم الحوثيون لديهم سواريخ تصل إلى حوالي 2000 كيلومتر تستطيع أن تقول أن جزء من الترسانة الإيرانية السالوخية المتوسطة مش الدرجة أولى نقوله درجة ثانية موجودة عند الحوثيين وعندهم سواريخ باليستيكية أو باليستية يعني سواريخ تستطيع أن تقطع مسافات عالية جدا وتصل إلى نقاط بعيدة جدا وتصيب أهدافها ولذلك هم أرسلوا سواريخ من اليمن إلى الكاني الإسرائيلي إلى إيلات مدينة لتطلع البحر الأحمر في أقصى شمال البحر الأحمر بعيدة يمكن حوالي 2000 كيلومتر أي أن كل المصالح الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر متواجدة سفن أمريكية بحرية حربية المتواجدة في بحر العرب المتواجدة في مضيق هورمز المتواجدة في جزء منه في المحيط الهندي المتواجدة في شرق البحر المتوسط التي هي قريبة من سواحل لبنان وقبرص وغزة وإسرائيل إضافة إلى القواعد الأمريكية في العراق في الكويت في الأردن في قطر في البحرين في السعودية في الإمارات في عمان كل هذه الدول فيها قواعد أمريكية في جيبوتي وفي مصر كل هذه القواعد الأمريكية تستطيع سواريخ الحوثيان تصلها إلى حد ما بريطانيا بريطانيا طبعا ضعب بكثير لكن عندها تواجد عسكري في بعض البلدان والقواعد الأمريكية هذه في عشرات الألاف من الجنود الأخطر من ذلك لو كان الحوثيني قرف فقط ضرب أبوظبي ودوبي والرياب والمناطق البترولية والغازية في هذه الدولتين ستكون كارثة على الولايات المتحدة أساسا أما إذا قرروا ضرب البحرين اللي فيها الأسطول الخامس فالأسطول الخامس الأمريكي مقر الرئيسي في البحرين اللي هي شاركة قال لك أنها شاركت مع الولايات المتحدة وبريطانيا تخيلوا أن البحرين تشارك في حرب مع الولايات المتحدة وبريطانيا لماذا تأخذ البحرين هذا الموقف؟ أفقط لأن لديك حاكم مجنون فقط وإلا الإمارات السعودية اللي هم متأثرين أكثر ومنزعجين من الحوثيين وكانوا معاهم في حرب رفضوا على الأقل مش معلن في القائمة أن السعودية والإمارات قالوا لهم الحوثيين قالوا إذا دخلتوا مع الأمريكيين سنضربكم والحوثيين ما عندهمش كثير يخسروا بينما تلك العمارات الشاهقة سوى في أبروظبي أو في جدة أو خاصة في دبي أو حتى في المنامة فهذا كلها قد يتضرب قطر وعمان مستبعدة لأن قطر وعمان علاقاتها جيدة مع الحوثيين أو على الأقل ليست سيئة وجيدة مع إيران أو على الأقل ليست سيئة وبالتالي قطر وعمان بعادة على المعركة لكن السعودية والإمارات عندهم خشية رهيبة من أن يوجه الحوثي سواريخه خاصة الباليستية وأيضا طائرات بدون طيار إلى 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 هذه خاصة دبي وأبوظبي تعرفين في دبي وأبوظبي الآن هذه الحفات الرعاة الذين يتطاولون في البنيان كما يقول الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكانه معنا قالها 14 قرن قال من بين من بين الشروط إذا شئنا من بين المؤشرات على 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 يوم القيامة هو أن ترى الحفات الرعاة يتطاولون في البنيان اليوم اليوم تقريبا كل مرة تجي لإمارات تقول لك هذه أطول من يشعر فواش برج خليفة أطول حاجة في العالم هذه أطول في كذا وهم من أفجر وأفضع وأجرم الحكام اللي راهم يتآمرون على الشعوب بما فيهم على غزة أنشوف فقط التوقيت لأنني أرغب أن أمر على أقل الملف الجزائري وملف الجنوب ولو عشر دقائق إذا استطعت أنا ما زلت ثاني اليوم بصداع سننظر إن شاء الله إذن الولايات المتحدة بالحقيقة اللي اضطرت اضطرارا بين قوسين لأنها كان عندها حل واحد آخر الولايات المتحدة وهي أن تطلب من الكائن الإسرائيلي أن يتوقف على قتل أهل غزة لأن هذا هو مطلب الحوثية وكما قلنا من ناحية من ناحية القانون الدولي إلى آخره ولذلك صدر قرار من مجلس الأمن يمنع المساس بالحركة المرور الدولية ولكن القانون الدولي أيضا يمنع قتل الناس كما يقتلون في غزة وهذا اللي الحجة نتعى الحوثية الآن من هو المستفيد من هذه الأوضاع أو من هو اللي راح يفرض إذا شئنا نوع من شو رضو واللي الولايات المتحدة يجب أن تتحدث معه الحوثيين قالوا نحن سنرد عليكم وانتظروا مننا الآن الرد طبعا مخيف بالنسبة الولايات المتحدة لأنه لا تخشي الولايات المتحدة أن يقوم مثلا الحوثيين بضرب بوارج حربية أو حامل الطائرات أو غواصة نووية وعندهم هم القدرة على ضربها وإن كان الولايات المتحدة عندها قدرة على الدفاع عن نفسها بضغط الحال يعني البوارج الأمريكية عندها كلها إمكانيات لصد ورد السواريخ لكن ممكن في لحظة معينة يمر الساروخ يستطيع أن يمر أو يكون هناك بوارج هذه الانتحارية بوارج صغيرة انتحارية أو تكون فيه القنابل اللي هي هذه قنابل مائية يعني الحوثيين يستطيعون غلق البحر الأحمر يرمو 200 أو 300 قنبلة مائية على البحر الأحمر يغلق ما فيش سفينة ستخاطر لأنها ما تعرفش وقتش تضرب القنبلة المائية هذه تحت الماء فالآن الولايات المتحدة يجب أن تتحدث مع إيران لماذا؟ لأن إيران هي الدعم الرئيسي والممول الرئيسي والحليف الرئيسي البعض يقولوا أن الحوثي هو وكيل أو هو عميل أو أنا صراحة لست مع قضية أن الحوثي عميل خاصة الحوثيين الحوثيين هذا قدم وقضيتهم قديمة ليست جديدة أولاً وثانياً هم استفادوا كثير من إيران آه صحيح تأثير إيراني كبير جداً ومرات دائماً الناس في إيران يقعون في منزلتين أراهما خطأ في المنزلتين هناك من يرى إيران بأنها كما تقول أدبيات الثورة الإيرانية أنها دولة مسلمة تدافع المستضعفين وهي ضد الاستكبار العالمي وتريد العدل في هذا العالم والإنصاف والدفاع عن المسلمين وهذا كله في خطابات وفي الدستاتير وفي كتابات الإيرانيين خاصة في الثورة أو بعدها وهذا ليس صحيح ما هو دليل على أن هذا ليس صحيح هناك أدلة كثيرة جداً لكن وقوفهم مع بشار الأسد الذي قتل ما لا يقل عن مائة ألف طفل سوري كان أكثر من مليون سوري مدني قتلوا أقل شيء منهم مائة ألف طفل وقفت مع إيران وأنا كنت مرات لما انجاد لبعض الناس مناصرين تع إيران سواء كانوا شيعة أو متشيعين سياسياً وقلهم هل لو كان سيدنا الحسين حياً لهما إيران تستند كله لسيدنا الحسين وأحياناً يقدسونه مرات يتجاوز حتى الحديث على رسالي سلم بالنسبة لهم سيدنا الحسين قلهم هل سيدنا الحسين اللي احنا نامنوا أيضاً أنه سيد أهل الجنة وأنه شهيد وأنه من عظماء الأمة ومن عظماء الصحابة لا شك في ذلك لكن لا نقدسه بحيث نخرجه على طبيعة البشرية نعتبره بشر ومش معصوم عند السنة السنة يعتبرون الرسل فقط اللي معصومين غير الرسل مش معصومين بينما في إيران في المذهب الاثنائي عشر يعندهم 12 إمام معصوم بمعنى لا يخطئ أبداً وهذا مش صحيح على الأقل من منظورنا احنا كسنة لكن باش نرجع للنقطة اللي يقولوا ويضخموا إيران بالطريقة هذا ليس صحيح والدليل مشنا في سوريا كانت قبلها العراق لكن العراق ربما كان الناس يقول لك أمريكا أيضاً كانت محتلة العراق لكن سوريا كانت واضحة كين آخر يقولون أن إيران هذه شيطان وهي متحالفة مع الصهاينة ومع أمريكا وكل ما تقول كذب وهي رهي في السر تتعاون مع الصهاينة ومع أمريكا هذا أيضاً ليس صحيح فلا اللي قدسوها ويضعون عليها هالة ويضفونها على أنها مع المستضعفين نواوة صحيح ولا الذين يشيطنونها ويعتبرونها أنها عدوة وأنها تتعامل في السر مع إسرائيل مع أمريكا لا هناك خصومات أمريكية إيرانية هناك خصومات صهيونية إيرانية هناك هذا لا شك فيه والصراع موجود والتهديدات موجودة والضرب موجود غير إلا كان واحد يسرى له كما نتنياه وكذا ما يشوفوش الله واللي يقولوا بالإيران مع المستضعفين وكذا يشوف وش دار وماذا فعل بشار وإيران وحزب الله والروس في سوريا باش يعرف الحقيقة إذن لا لتقديسها ولا لتدنيسها إيران هي قبل كل شيء تدافع عن مصالح الدولة الإيرانية والنظام الإيراني قبل كل شيء حتى الشعب الإيراني عنده مشاكل وعنده مظاهرات وعنده احتجاجات وعنده قبل أشهر فقط كانت هناك احتجاجات عارمة قتل فيها المئات سجين فيها المئات عذب فيها الآلاف من الإيرانيين يعني الإيرانيين بالمناسبة أيضا الإيرانيين هم شعوب وليس شعب واحد يعني لأنهم متعددي الطواعف متعددي العرقيات متعددي اللغات إلى آخر إلى آخر لكن العنصر الأبرز هو الفارسي والتشيء هو الدين هناك بالدستور مش التشيء برك التشيء الاثنى عشر معنى إذا كان فيه التشيء الزيدي أو ما يعترفون شبيه هما في إيران يعني كدير رسميا باش نرجع إذن القضية اليمن لأن إيران تدعم الحوثيين بقوة وهي اللي أعطت لهم السلاح وهي اللي أعطت لهم كل شيء طبعا ما أعطت لهم مش من أجل عيونهم أعطت لهم لأنهم كانوا يحاربوا السعودية والإمارات اللي هم خصوم إيران وأيضا بتلك الطريقة استدعت إيران أن تصبح عندها قوة قوية جدا الآن بن سلمان وبن زايد يخشون من إيران ما بلوش يهجموها كما كانوا إلى آخره لأنهم عارفين إيران ما ترسلش سواريخ ربما خوفا من أمريكا لكن الحوثي يرسلهم ويديرها الحوثي ويدارها من قبل ولذلك وصلت السعودية وحتى السيسي تخيلوا أن السيسي ليس موجود في هذا التحالف أنا أكيد على يقين أن السيسي متواجد في التحالف من الخلف في السر لكنه ليس موجود رسميا لماذا؟ بالرغم أن قناة سويس خسرت 30% من اللي بدأوا الحوثيين يديروهم في القلاقة في البحر الأحمر خسرت قناة سويس 30% من مداخلها وقناة سويس هي أهم مدخل من مداخل العملة لنظام السيسي لأن السيسي خاف عنده تجربة عبد الناصر في اليمن قبل 60 عام كانت كارثة على عبد الناصر وهزيمته في 67 أحد أسبابها مع إسرائيل أحد أسبابها وهزيمته في اليمن قتل ما بين 40 إلى 50 ألف جندي مصري وعشرات الألاف من اليمنيين بطبيعة الحال عندما تدخل عبد الناصر ليدعم الجمهوريين ضد الإمامة اللي كانت مدعومة أنا ذاك من الملك فيصل ومن السعودي باش نرجعو إذن لهذه الأحداث كلها ورأي فيها كثير من تعقيدات رأي نحاول نبسطها قدر الإمكان دخلت المنطقة مرحلة جديدة وما أرادت الولايات المتحدة لا يتوسع وسعته هي رغما عنها واضطرارا لأن أيضا الولايات المتحدة لكما ردتش الحوثيين وهي التي كل مرة تقول لهم إياكم أحذروا راكم تجوزوا الحدود تصبح مهزلة لكن خصوم الولايات المتحدة الصيني خرج بالرغم أن الصيني ماذا به تتوقف المشاكل البحر الأحمر هو أكبر تاجر في العالم وقال باللي يجب أن لا يكون البحر الأحمر مشاكل وخلونا من الحروب إلى آخر أما الروسي فهاجم الولايات المتحدة هجوم شديد وقال أن هذه الحرب أو هذه ضربات غير قانونية وغير شرعية ورهم الآن في مجلس الأمن رهم يناقشوا وأرادت الولايات المتحدة أن تكون مناقشة سرية رفض الروس قالوا لا المناقشة لازم تكون علنية بالمناسبة النظام الجزائري اللي كان فرحان أنه داخل مجلس الأمن داخل مجلس الأمن هو دخول هذو الصغار اللي مرة مرة يجيدون بهم الديكور يعني هذو العشرة مشية مشية الخمسة ماذا كان موقف عندما صدر القرار قبل يومين القرار ليطالب الحوثيين بالتوقف على إزعاج السفن المرة من البحر الأحمر في اتجاه إسرائيل وغيرها نظام جزائري قال لهم أنا لا مع هذون لا مع هذون أنا محايد أنا بعيد كان ممكن نظام جزائري يخموك في آخر يعني كون كان مبدأي مع فلسطين يقول أنا أعترض على ما يقوم عليه الحوثيين وأعترض على ما تقوم عليه إسرائيل في نفس الوقت ويجب أن نطالب الحوثيين بوقف أعمالهم ونطالب إسرائيل بوقف أعمالها نظام جزائري ما يعرفش يدخل في هذا الحواج كثير وبعدين خايف لا يجي المريكان يشدوا من وذنه ولا الفرنساوي ولا الروسي والله فقال أنا خطيني أنا خطيني ديروا رايكم أنا أرنح في الحياد أو الحياد مش موقف خاصة في قضايا تعنينا مباشرة تعني إخواننا تعني المنطقة تعنينا تعنينا جغرافيا تعنينا تاريخيا تعنينا دينيا تعنينا إنسانيا تعنينا بكل لكن نظام ضعيف نظام هزيل وضعيف ولذلك وجوده ودرك في مجلس الأمن كل مرة حنشوفه فضايح هو قاع في مجلس الأمن على قضية الصحراء 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 الغربية ما الصحراء الغربية هذين اللي يهمه حتى في هذه للأسف راح يأكل صفعات لأن الموقف الصيني خلينا الموقف الغربي مبكري لكن الموقف الصيني والروسي بدأ يتغير لصالح الأطرح المغربية والطرح المغربية ما هو دلائل ذلك رجعوا لي آخر مرة لأنه في كل 30 نوفمبر تقريبا يجي أو 30 أكتوبر يجي نعم 30 أكتوبر نظام كل عام يجي قضية نظر في المينيرسو ما المينيرسو إلى آخر أي هذه الفريق تعلق الأمم المتحدة اللي راح موجود في الصحراء الموقف الصيني والروسي يتغير الآن باش نرجع الوين كنا الولايات المتحدة بعثت لإيران وقالوا لهم خلونا من هذا المشاكل إيران ردت أمس بخطف سفينة أمريكية مليئة بالبترول من البحر في المناطق الدولية يعني بعيد عليها في تحدي الولايات المتحدة وقالت إيران بأن هذا بقرار قضائي أن هذه السفينة بالذات سرقت البترول الإيراني لصالح أمريكا فأنا الآن سنستولع لها إيران ستحول كل هذه القلاقل ستحاول أن تحولها لصالح هي الآن مستفيدة إيران لأنه لأنه على الأقل تظهر بأنها داعمة الفلسطينيين والحقيقة أن جزء مما لدى المقاومة في غزة هو من إيران هذه حقيقة يجب أن تقال ثم أصبحت أمريكا ودول أوروبية تحاول تتصل بها بشتهد الأوضاع فهذا بالنسبة لها يعطيها وضع الدولة المنبوذة وضع الدولة إلى آخره أما الولايات المتحدة فإن ضربها الحوثيين وردت فستشعل المنطقة وإن ضرب الحوثيين ولم ترد فهذا سيضرب معنوياتها ومعنويات كدولة مبراطورية سيضربها في العمق فهي الآن في وضع إذا ما هاجم الحوثيين وأنا أعتقد أنهم سيفعلون لأنهما في النهاية هؤلاء عقائديون والعقائديون هذون ما يشوفوش كثير للحسابات الأخرى يعني الحوثيون أكثر من ناحية العقائدية من الإيرانيين الإيرانيين يظهروا في الظاهر أنهم عقائديون ولكن في العمق هما براغماتيون بينما الحوثيون ومقاومة في فلسطين وكذا وفي الغالب ينطلقون من مفاهيم عقائدية فلا ينظرون كثيرا للاعتبارات المادية الأخرى المنطق هو أنك تأخذ بالاثنين مع بعض شرط أن تجعل المبادئ فوق المصالح لكن كثيرين ما يجعلون المصالح فوق المبادئ فالولايات المتحدة أعتقد دخلت في وضع سيء الأسعار سترتفع الأوضاع ستتوتر أكثر الحوثيين سيردون إذا ما استمر هذه التوحش في فلسطين الأوضاع قد تذهب أبعد خاصة إذا ما أقدم الصهاين على مهاجمة جنوب لبنان وهم يريدون ذلك خاصة غالانت ونتنياهو لأن هذا يطل الحرب وإطالة الحرب هي في مصلحة نتنياهو وغالانت أساسا خلينا نختم هذا الحديث كاميرا نحاول نختم هذا الحديث ببعض الشهادات الإسرائيلية أنا دايما نجيبكم شهادات ونبدوها مما حدث يوم الأربع قبل أسبوع العشرة أيام كنا تحدثنا على صراخ وخصومات وصدام داخل مجلس وزراء الإسرائيل يوم الأربع للبارح إسرائيل شيء مشابه خلينا نقرأ لكم من تسري ماذا حدث أو جزء مما حدث هذا شكون المصدر هو يدعوت أحرنوت ومعها وكاتل الأنظر اشتبك وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت كلاميا مع وزير الأمن القومي إتمار بنغفير خلال جلسة للمجلس الوزاري المسغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت التي عقدت أمس الأول الأربعة واستمرت ساعتين ونصف لمناقشة الحرب الإسرائيلية الضائرة في قطاع غزة وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي إتمار بنغفير هاجم وزير الدفاع غانس واش قال قال له قال له ضحكت عندما قلت أن هناك حاجة إلى إزراءات مضادة مستهدفة قلت أنني لا أفهم شيئا ربما يكفي غطرسة يعني بنغفير يرد على على غانس اللي هو انضم للحكومة هو من معارضة لكن انضم للحكومة قال له أنا كنت نضحك أنا كي رك هجمتني وقلت أنني لا أفهم شيء قال له خليك من التكبر تاعك والغطرسة يعني لكن مش غانس اللي يرد عليه هو غالنت غالنت قال نحن نعرف ما نقوم به إن حقيقة التحقيق معك من قبل جهاز الأمن العام الشباك لا تعني أنك تفهم الاستخبارات زير دفاع رد قال بنغفير قال له انترك دير روحك باللي رك تفهم في علم الاستخبارات هو وزير الأمن القومي يعني هو يحكم في الشباك ويحكم في البوليس ويحكم في مقاعد أو على الأقل عنده كلمة يعني خاصة للبوليس قال له كونوا محقوا معاك قبل سنوات مش معناها ولد خبير كيفاش حقوا معاك حقوا معاك لما كان متهم بالإرهاب فحب يذكروا بأنك كنت متهم بالإرهاب وراك اليوم وزير هذا وردنا نتكلمه على ثمين من أهم وزراء الحكومة ووزراء المجلس الوزاري المساغر الكابينت يعني كبار وزراء الكيان قال له إذن كونوا محقوا معاك الشباك من قبل لا هذا لا يعني أنك تفهم بالاستخبارات وزيرة المواصلات قالوا أنها خرجت كما نقول كوكاو من يدها ولا الفشار هذا مش عارف كيش يسموه خرجت الفشار كوكاو أو الزريعة أو وبدأت تأكل فيها على أساس كما الناس تذهب السليمة وتأكل أي حاجة وتشوف الفيلم استغرق معا فقالت ها ها وبدأ الفيلم يعني هذه وزيرة المواصلات وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك حققه مع بنغفير في السنوات الماضية على خلفية علاقاته مع منظمات إسرائيلية متطرفة غير أن بنغفير رد على قلانت بالقول إن أعداد كبيرة من الإرهابيين يختبئون في رفح جنوب قطاع غزة وحان الوقت للعمل هناك أيضا رد عليه الوزير ما زالوا ونفشتباك هل ذهبت إلى رفح من قبل ودعى بنغفير قال له لقد كنت في غزة في الأوقات التي لم تكن أنت فيها ولكن حان الوقت لكي تتوقف على الاستخفاف ما تبقاش إلا أنا قال أنت رد عليه قال سمعنا عنك يعني إذا شئنا صورة بائسة إلى ما وصلت إلى هذه الحكومة بحيث أن أصبحت خصوماتهم وصراعاتهم ومثل المراهقين سيئي التربية اللي يكونوا موجودين في بيت ويكون الأب أو الأم يحاولوا يخفوا الخصومات والصراعات والسب والشتم بيناتهم هذا هو حال هذا الكياب توقف هنا كي ينمزل أشياء أخرى لكن فضلا نتوقف هنا السدارة يشتد لي وغدا ألقاكم بإذن الله تعالى وأيضا غدا نتناول إن شاء الله ملف الجزائرين عاودوا نرجعوا للبوليس وخاصة مع أخذ هذا أخبرت أنه فريد بن شيخ اللي أصيب أيضا يعني كانت اثنين أصيبوا بصدمة دماغية وصدمة قلبية جمال كحال مجذوب ونقل على جناح السرعة إلى بريكسل لول بارح بمجرد من تهيت اللايف تعالوا لول بارح أرسل لي أحد أفاضل الخبر وأمس واليوم تأكد لي خبر نقل فريد بن شيخ إلى المستشفى العسكري أيضا نتيجة صدمة قلبية أو سكتة قلبية إلى المستشفى العسكري عين نعجة والغريب في الأمر أنه مدوش اللي جليسين اللي هو معروف يعني مركز يعني مستشفى أو مركز كلينيك يعني انتع لبوليس أخذوه إلى عين نعجة فلا تستبعدوا على قول الجزائرين أن يتم القندلا تاوي يعني لا تستبعدوا أن تسمعوا أن فريد بن شيخ قد لقي ربه وأنه مات فريد بن شيخ اليوم بالنسبة لكبار جنيرالات المخابرة وعلى رأسهم أيضا شينغريحة يرغم يعتبروه أكبر خائن وقد أسقطوه وإذا بقي في عمره المزيد سيسجنونه وأكيد أن الصدمة القلبية اللي أصيب بها جاءت نتيجة التعامل خشي معه لأنه تعرض لانتروباتور تعرض لمساءلة شديدة خشنة في مركز عنتر يعني المخابرات الداخلية هي اللي يتحقق معاه وكانوا قالوا قبل عشرة أيام أن تبونك أو أوكل أمر ما حدث في وهران إلى المخابرات الداخلية للتحقيق فيه المفروض أن نتحقق فيه الشرطة أو الدرك أو أراكم غدا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة